الاستقرار في العلاقات الامريكية التركية حالة نادرة الحدوث في عهد ادارة ترامب فما انهدأ التوتر بين واشنطن وانقرة على خلفية عملية نبع السلام حتى عاد التوتر ليخيم على علاقات البلدين بعد ان لوحت واشنطن بفرض عقوبات على انقرة بسبب منظومة اس 400 الدفاعية الروسية رد انقرة لم يتأخر فقد اكد وزير الخارجية التركي مولود جويش اغلو ان بلاده سترد بقوة على اي خطوة امريكية سلبية ضد تركيا وقبل ان يضع اغلو طبيعة رد بلاده دعا اعضاء الكونغريس الامريكي ان يدركوا بانهم لن يصلوا الى نتيجة عبر الاملاءات اما عن خطوات الرد التركي فقد اوضح اغلو ان بلاده مفتحة على شراء بدائل للمقاتلة F35 الامريكية بما في ذلك مقاتلات من روسيا وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة انقرة في برنامج مقاتلة الوزير التركي ذهب ابعد من ذلك بالاشارة الى ان الوجود الامريكي في قاعدتي انجرليك وغورجيك قد يخضع لاعادة النظر في ظل العقوبات الجديدة التي تلوح بها واشنطن ميزانية وزارة الدفاع الامريكية لعام 2020 التي وافق عليها الكونغريس بداية الاسبوع كانت حضرت نقل وبيع طائرات من طراز F35 الى تركيا على خلفية امتلاكها لانظمة الدفاع الجوي الروسي S400 التي تعترض عليها واشنطن بشدة التصعيد اختاره ايضا وزير الخارجية التركي في تعليقه على عزم اليونان وقبرص التنقيب عن الغاز في منطقة الجرف القري التركي اذ اوضح ان انقرة عازمة على ايقاف اي انشطة تتم في هذه المنطقة دون موافقتها موضحا ان تركيا يمكنها التعاون وابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا